كان لنا وجهة نظر أنا ومحمد وعبدالله الإيجانت مع محمد يعني حسنين مع بعض اتفقنا هو يكون سنة واحدة لأنني عندي أهداف معينة اتفقت في برضا أنا ومحمد يعني برضو لازم يكون معا في نفس الفكر بتاعي فعشان أشتغل في حتة واشتغل في حتة وتعرف طبعا كالتانية الواحد ما بتعداش أنا اللي هي ملعب بس اللي هي فكر لازم أقول للإيجانت بتاعي النهاردة وأتكلم معا أن أنا طموح واحد اتنين ثلاثة اربعة أنت كراجل النهاردة تحقق اللي دوت ولا ممكن أشتغل مع واحد تالي منتقل الاحترام فهو هو وعبدالله في نفس الفكر بتاعي أننا عندنا أهداف الهدف بتاعتنا بتقول أننا راحين دولة عربية الخليج هدفنا هي يكون مسم واحد عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله أن أنا أرجع المنتخب ده الهدف الرئيسي بالنسبة لي ودوت اللي أنا هشتغل وهتعب عارف أنا هتعب شوية فيه بس ربنا كرمي إن أنا في حب كبير جدا في الناس في عندي مساحة إن أنا أقدر أبدأ فترة أعداد مع الفرقة عندنا شغل حوالي هنبدأ خمستاشر سابعة خمستاشر سابعة مسافر إمتى إن شاء الله عامر مسافر خمستاشر سابعة هسافر تلتاشر أنا بلا بيومين عشان نستم بيتي والعربية والكلام ده كله اتناشر تمانية إن شاء الله المرحلة التانية فترة الأعداد اللي هي مرحلة المباريات ده يكون في أوروبا تقريبا في فيينا أو سوليفانيا حاجة من الاتنين دولات دورة هيبدأ 31 تمانية هناك فيه متشرين منتخب في شهر تمانية أعتقد 15 تمانية منتخب الكوين لا منتخب مصر ما هو ده هدفنا أتمنى طبعا أنت مرتب أمورك بإذن الله ده تموح طبعا وجهة النظر أو الرأي الأول والأخير طبعا ده اللي بوب برادلي والكابتن ضياء وكابتن زاكي طبعا الناس الجهاز الفني أكملوا لكن أنا هابع عنده الطموح وهيشتغل على دوت إن أنا هبدأ فترة أعداد أفعل الرجلي إن شاء الله بشكل كويس تاني لأن عادة كتير حل ووحش كنا مضطرين إننا الفترة دي بعد ما كانسلت عادي لهم الأربع شهور دولات إن أنا ما ينفعش أكون موجود في نادي فاضطرت بأن أنا بقضيهم كإنسان عادي كموطن عادي إن أنا عايش حياتي مش لعيب كورة بعد كده الحمد ده كنت طبعا بأتمرن في الجم شوية ألعف شوية مع صحابي أتمرن شوية جاري أعمل الكلام ده كله بس طبعا على فترة مدقات طبعا لأن أنا عارف إن أنا كده كده أول في أي فرقة أبدأ في بداية سيزون مش داخل في يناير فمضطر إن أنا أرجع بسرعة عايز أبدأ واحدة واحدة عشان أقف على رجلي صح لأن لو دخلت بسرعة فده ده ممكن يكون غلط عليه لأن طبعا إنت عارفك كالعيب كورة لازم تبدأ فترة أعداد اللي هي التأسيس الأول اللي هو الجانب البدني بشكل كويس جدا بحيث أن أنت النهار تبدأ بعد كده مبارياتك بمورطة الودية تأهيل المبارات الرسمية بعد كده أتمنى أنه يكون موجود في المتخب مصر في المباراة في المباراة من أنا عارف إن ترهم مباراتين وديتين أتمنى حتى لو مباراة واحدة هتمنى بالنسبة لدفع كبير جدا في بداية موسم هيكون الدوري بدأ في كويت؟ لا الدوري مش هيكون بدأ ها يكون فاضل خمسة عشر يوم ها يكون لسا فاضل خمسة عشر يوم ها يكون فاضل خمسة عشر يوم فأتمنى أنه يكون موجود هو هدف الرئيسي منتخب مصر لأنه هدف زي كل اللعيبة أو زي أي مصري هو أنك انت العكاس على ها يعني هدفنا خلص في أفريقيا حقناها فما فيش حاجة قدامك والفرصة بتيجي للمرة تانية انت عارف برضو يعني الفين وعشر كنا مع المزاير كنا اللي هو على آخر ماتش تكسب ماتش 9 كاس عالم ربنا ما قردش لك اتمنى لهم طبعا الخير لأنك بلد عربية بعيد عن الأحداث أو بعيدا الكامدة كل لأ دي بلد عربي بس طبعا كمصري كنت اتمنى يكون موجود فان شاء الله جاءت لنا الفرصة تاني تمنى توفيق ربنا وبرضو من خلل حضراتك قدت أن أنا بشكر الجهاز الفني وبشكر السادة الإعلامين بشكل عام وبشكر كل الناس اللي ساعدت توصل منتخب مصري في ظل الظروف اللي احنا فيها المستوى أن احنا نبقى أول مجموعة ولسا نماتش فتمنى يعني بعيدا عن الجانب السياسي برضو على قد من نقدر نقف جنب منتخب مصر حتى لو فيه سلبية حتى لو عندك انتقاد لشخص سواء العيب لو مدقيا كان خلينا أن احنا هيكل كامل بنكمل بعض أكيد طموح النهاردة الإعلام هو طموح العيب هو طموح الإدارة بسواء من اتحاد الكورة الشباب والرياضة الجازل فان هو الوصول لكاس العالم فان شاء الله ربنا يكررنا وفي الفترة دي فانا ببارك للعيبة وعلى مستوهم وعلى رجلتهم باشيد بمحمد صلاح بنتال أمانة بياخد مورته بشكل كويس جدا سواء كنت انتبع طبعا في بطولة أوروبا كنت انتبع مع المنتخب باشيد بيه باشيد بكاتنا بطريقة طبعا تتمنى محمد صلاح يبقى جنبك لو انت رأس حربة مصر طبعا أنا تمنى بصراحة الطريقة اللي بلعب بقى برضو بوب برادلي طريقة قويسة جدا لما يكون عندك واحد عنده سرعات سواء من ناحية الشمال أو من ناحية اليمين زي محمد صلاح بإمكانياته بالطموح اللي هو عنده يفرق كتير جدا مع الفرود اللي بلعب جنبه خصوصا لما يكون فرود صندوق يعني زي ماحنا بنكلم أو فرود النهاردة اللي هو نعف تبجون تعرف النهاردة ان انت تبنى عليه شغل برضو نهاردة منتخب مصر برضو يعني شغل ببنى